نروح لبلد الألمانية دي الصحيفة الشهيرة جدا في ألمانيا النهاردة كانت الصحيفة تتكلم عن انضمام عمر مرموش عمر مصري لاعب منتخب مصر الأولمبي ونادي في الفسفورج طبعا لصفوف نادي سانت باولي وده الخبر اللي تكلمنا يمكن عنه هنا الأسبوع اللي فات مع عمر البنوبي بلد قالت ايه؟ قالت ان انضمام مرموش النهاردة خطوة مهمة جدا لسانت باولي علشان يهرب من شبح الهبوط هو سجل أول هدف مع سانت باولي في المباراة اللي فاتت وكانت ضد فريق هولستين وده طبعا كانت مباراته التانية والأولى بشكل أساسي مع فريقه الجديد وطبعا ده خبر مهم جدا اعتقد صحيح نتكلم على واحد محترفين ولد صغير بيلعب طبعا في بولسبورك بولسبورك من الأندية الكبيرة في البوندزليجا النهاردة بيطلع عارة لسانت باولي كمان لما كلمنا هنا في البيت الكبير وقلنا أن البوندزليجا اتنين أو الدرجة التانية في ألمانيا مستويات عالية جدا واحتكاك أكثر من الرؤية أو المباراة قدام فريق كيل برضو من الفرق الكويسة بيحرز هدف نهاردة عمر مرموش كمان النادي بيقول أنه هو صفقة ربيحة جدا ويمكن الأعارة زي ما النادي الأهلي السياسي النادي الأهلي بيعير بعض اللعيبة واحنا شفنا آخر أعارة كمان أحمد ياسر ريان وعارته لنادي سيروميكا البروميسين فليير عمر مرموش بيقدم مستويات أكثر من رائعة في الدور الألماني ولد تالنت صغير في السن يعني نتمنى إن شاء الله كمان يلاقي الرعاية من منتخب بلده إحنا عندنا منتخب إن شاء الله بيستعد لتصفيات كاس أمم أفريقيا وكاس العالم عمر مرموش يستحق أن يتواجد مع منتخب مصر ويكون لي دور لأنه ولد كويس وهو كمان يعني هو كان على المستوى الاحترافي مؤهل ولد بيدرس كويس بيكلم لغاته وده مهم جدا في عالم الاحتراف خد الخطوة بجدية جدا مع سان فاولي ويقدي مباراة على الأعلى مستوى أعتقد مع نهاية السيزون والتارجت بتاع سان فاولي إن هم يعودوا في البوندس ليجا تنين ويعودوا في دوري الدرجة التانية أكيد هيكون لي دور كبير جدا ويربع كمان لبولسبورغ من الأندية الكبيرة في ألمانيا طبعا